لحارس ندي الفريق عاطفة الدخيلي بعد تدخل كان مع اللاعب حمزة العقربي يعني تدخل كان خايب بارشنبو مش مقصود بالطبيع لكن خلى عاطفة الدخيلي تم نقله مباشرة للمستشفى وحسب اخر الاخبار تعرض الكسر على مستوى الانف كسر على مستوى الفك وفقد بعض الاسنان انتاءه حاطف الانترميتون شوفنا يعني طلبوا انهم يمشيوا ولوجه للسنين اللي تاحوا في ارضية الملعب على كل تمانياتنا مرة اخرى بشفى العاش زادة اللي نتمنى ونطلب الرحمة للمحب اللي كان توفى البارح في رادس في خارج الميدان في ويد ميليان في رادس بعد الاحداث الشغب اللي صارت بين الجروبيت في جماهير النادي الافريقي ومرة اخرى وين تحبوا توصلوا بها الرياضة هذية والجروبيت هذو ما كانت تحبوا توصلوا للموتها وصحية وصلت صحية ووقفت الزنقة للهير ما عادش ظهور لي توا وقت القرارات السارمة ووقت القرارات الردعية يزي كان كل مباراة نولي ونستنى وفي حادثة كما بور سعيد راهوا قريبة ما هيش بشتبطة كمش نكملوا بالمنهجة ذاية مرة اخرى ربي يرحموا المحب اللي كانت وفى من احباء النادي الافريقي على ذكر النادي الافريقي البيراح حميدة مردود لجماهير الافريقي ولمتبعي بطولة الرابط المحترفة الاولى والمردود الاستثنائي لنادي الافريقي في المدة الاخيرة يظهر لي مردود حتى واحد متوقعه حتى ملعبات اولمبيك مدنين يظهر لي ما توقعه شبا هو تقول لك امين لكل جواد ان كبوة نتصور كبوة النادي الافريقي في المباراة هذه خاطر سلسلة وردية من الانتصارات سبع انتصارات على التوالي في البطولة ثم تجي العثرة هذه ربما انا نقول شاء الله العثرة هذه هي اللي باش تعيد الصحوة للنادي الافريقي باش يعود الى معنتها الى النتائج الايجابية ومتمنى وخطر راه بطولة ما غير سياساس وما غير نادي الافريقي انا بكر في نسلك على السياساس النادي الرياضي الاسفاقسي اسكو مخو كان في مباراة نهر الاربعة قبل الكلاسيكو يعني خمم اكثر في مباراة الكلاسيكو هذا الارجح حمير هذا الارجح على خطر رشوف هي مباراة بطولة صحيح والمنافسة على مركز ثاني او ثالث لكن بالنسبة النادي الرياضي الاسفاقسي الكأس السناء خاصة السناء لانه يستقبل النادي الافريقي دونك في لقاء يعني الربعة لأ بشي تحول الرادس دونك مع النادي الافريقي في لقاء الربع النهائي دونك ينجم النادي الاسفاقسي يجني على الأقل الكأس في الموسمة ذاية دونك تركيز الكلي على لقاء الكأس أما زاد شوف المدرب شفتنا المدرب بصراحة ملامح الحسرة على المدرب غازي الغرائري غازي الغرائري اللي منذ قدومه لجمعيته النادي الرياضي السفاقسي يعني كان ينتظر أنه بشي يرقى أخير من الظروف اللي قاعد يعيش فيها وحتى على مستوى النتيج تصور هزيمة مع النجم الرياضي الساحلي نهزم ثم توا معناتها هزيمة مع التارج الرياضي تونسي وينتظروا لقاء كأس مع النادي الافريقي يعني سلسلة من المباريات اللي ربما غازي الغرائري ما نقولش أنا بش ربما تقرر مصيره وانما معناها ربما هو في اختياره حتى في عودته ما فكرش في هلين حجم اللقاءات هزيمة ونسبة كبيرة يشكون مباراة نهار الاربعة ما صر هي سواء الغرائري حتى المرشان حتى المرشان لأنه صحيح مرشان خدمة كبيرة في النادي الافريقي وين كان النادي الافريقي وين أصبح النادي الافريقي لكن جماهير الافريقي قلك خرجنا من كأس الاتحاد الافريقي وممكن ينجم يسامح عليها جمهور النادي الافريقي كان يزيد يخرج من كأس تونس هذي لقب آخر يفقده النادي الافريقي وخاصة أنه الصراع على المرتبة الثانية يرجع من نوله جديد لأنه النادي الافريقي كان فيزل برح في مباراة ذات الولمبيك المدنين كان يهرب خمسة نقاط على النجم الرياضي الساحلي يولي أكاكا في طريق ممكن مفتوحة بش يكمل في المركز الثاني برح قلنا أنه النادي الافريقي ما كانش في المستوى المطلوب لكن الولمبيك المدنين عشرة أيام ملاعبية ما غير تدريبات إضربات كبيرة يتحول ما يتحولش للعاصمة يتحول للعاصمة ويظهر لي كان بالمردودة ذاكة أولمبيك المدنين عشرة أيام مترانيش كان يبقى مترانيش خير يظهر شوفنا مردود كبير البارح للأمان مردود كبير شوف أمين صحيح التمارين عنده دور التمارين والأعداد البدني للعبين هذا كله عنده دور لكن فيما عزيمة متلاعبية حتى بدون تدريب الملاعب يحب يبدأ يظهر أمام الفرق اللي ما بين ظفرين يعني فرق الكبار يقول لي يحب كالتحدي فأنا شفت البارح وكان نعطي عنوان للقاء مدنين نقول مدنين تتحدى النادي الافريقي عليش تتحدى النادي الافريقي خطر هي كانت متأخرة في النتيجة وما شفناش مدنين أكلي رماو المنديل يعني شفنا مدنين وحتى على مستوى اللعبة مين شفنا لعب جميل شفنا معناتها وكان ينجم حتى يسجل الثاني كان ينجم يسجل الثاني وشفنا كورة نظيفة وشفنا معناها بصراحة لقطات يعني ممتازة على مستوى معناها جمال كروية ممتازة ربما نقول لك مدنين رغم أنه في وضعية صعيبة لكنه تلعب بدون ضغوطات وقت نقول تلعب بدون ضغوطات ربما تعرف اللي مصيرها هو معناتها معناها من نسبقوش لحداث لكن هي توف موجودة في وضعية صعيبة به هذي بإنما يخصه لنبيك مدنين النادي الأفريقي مش نرجعه بعد شوي زدنا نحكيه في أسفل الترتيب سنعود ونحكيه عليه ولنبيك مدنين في أسفل الترتيب خلنا نحكيه على الفرق اللي في أعلى ترتيب النادي الأفريقي ما بين ثلاثة نقاط البرح اللي خلاته ممكن يعادل مردودة ذاك خروج ومكاس الاتحاد الأفريقي وإلا إخاما في مباراة نهار الأربع ضد النادي الرياضي الأسفيقسي هي مباراة مهمة في ربعا هي كأس تونس وإلا إصابة عاطف الدخيلي أثرت على مردود الملعبين شوفوا منذ بداية خلينا ناخذ شريط لقاء شريط لقاء ومنذ البداية النادي الأفريقي مش في أحسن حالها مش نبدأوا معناتها نحيو فرضية عاطف الدخيلي هنا النادي الأفريقي فما اللاعب غازي العيادي على مستوى وسط الميدان كان يعطي توازن كبير للفريق غياب غازي مع أنه مهدي الوذرفي ممكن أفضل لعب لكن مهدي الوذرفي كان يعطي أكثر نزعة الهجومية غازي العيادي كان يعطي كيمة النزعة الدفاعية كيمة الهجومية دونك على مستوى وسط الميدان وشفنا مرشون في السابق ما يغيرش برشة في التشكيل لكن اليوم مش متواجد غازي العيادي مش معناها الفريق النادي الأفريقي يرتكز على غازي العيادي لا وأنا ما أشوف وقت اللي يتكون الأوتوماتيزم في فريق ويخرج منه اللعب راو يتأثر الفريق رغم أنه البياس اللي تدخل تدخل بريسك في نفس المستوى وبرشة حتعلهم البارح زاد بيرترو مارشان قالوا بيرترو مارشان تخلف الفلسفة البارح تلعب بنتي بتيجاني بالعيد على الكلوار ولا كذلك وجود تجاني بالعيد على الكلوار وتلعب صبر خليفة صحيح مع أنه النادي الأفريقي عنده في البنك خليل عنالة عنده الشماخي كخيارات متاع الكلوار معناها كان ينجم واللاعب الافريقي أمين مع زاد ذاك اختيار بصراحة أنا التعوى أنا أساس غذيته النادي الافريقي أنا الساعات نبقى بيهت في فرق تونسي كفية جيب الملعبية الكاج قدامه الكاج قدامه هو لو جيبش عجنب لا فهما ملعبية فرق يجيب التونسي أنا شفت البارح سامتا لعب أولمبيكو مبنين أبهرني الملعب معناها من أفضل سامتا ملعبي ممتاز ممتاز برشا ممتاز وقلق برشا نادي الافريقي وذي في محور الدفاع يعني ملعبي أكثر مرأعة تشوف سوكاري في النادي السفيرسي سوكاري تشوفهم لعبية كوم وش اسمه كوليبالي لكن في بعض الجماعيات شوفهم لعبية تقول منين يجيبوا فهم يعني بالحق هذا كان يلعب كورا خطر حتى التوش دبال موش بتانسين يعني بالحق أقوسي فضيحة في انتضاب النادي الافريقي انتضاب فاشل على طول ولمو أكثر أنا كنخلي شيب كما خلي العونال على بنك البودالي راهو كنخليه شيب كما نكيك في حاجة نحنا حتى المنتخب بنشوفه ديما رانا عنا مشكلة في شكون الناف الصحيح يعني البونتة صحيحة بلغة كورة القدم ناو والنادي الافريقي أمين في اللقاء هدايا ومش نلمرة الأولى حتى ضد الفريق المغربي نهضة بركان وقت اللي جي فريق منافسي يسكر له اللعب يقول لي يلعب في اللعب المباشر اللاعبين نادي الافريقي لما أمش متعودين على اللعب المباشر وما نكتري الشخصيات يقول لعب المباشر يجب فهم اللاعبين يخذك الكورة الثانية إلا أنت يجب أن توجه الكورة على رأس حرباء ثم رأس حرباء تخدم على الكورة الثانية ترجع والكورة الثانية هي هنا صعب مأموريته النادي الافريقي وق browser الرأس الأفريقي فريق اللي عنده لاعبين مهاريين يحفقوا اللعب معناها خاصة المنظم اللي يجي من الخلف وسط الميدان اللي فيه تدرج هدايا كان ينجم النادي فريقي بالأمس لو أنه كان اللعب أكثر سرعة اللاعبين كانوا أكثر سرعين شفنا برشة تثاقل ثاقلين بطباطق معناها اللاعبين زيد شوف حتى زادروا إصابة كي نشوفوا متع زميلهم وشوفوه في الشوت الثاني ربما زادت تكون عندها تأثير وزاد الجمهور والعرك في المدرج يعني هذا كل ما يفقش الاستحقاق الكبير متعولين بيك مدينة وبعد نحكيه على فرق أسفل لترتيب أكثر تفاصيل جيسكا قيبس البارح مباراة الإضرابات أكثر زود فرق عمرو وإضرابات السنة المستقبل هذا الشبيب تبقى روين تفوز اثنين بلايش ويظهر لي انتصار الاطمأنين يظهر للشبيب هذية ممكن يخليه بنسبة كبيرة برشا يعني يضمن البقاء فرابط المحترف كنا نحكيه النسبة كبيرة حتى منطقيا وقريب شوية للحسابيا أي بالنسبة للشبيب كانت مباراة الأطمأنين نقول مباراة الأطمأنين خطر الشبيب عانى راهو في السابق عانى في السابق وشفنا تقريب الفريق الأكثر اللي ما عرفش استقرار ما عرفش استقرار يعني لاعبين كل مباراة يضربوا منهم مباراة ما نذكره شناهي المباراة ليلة المباراة مش غادروا النزل مش غادروا النزل موش بش يلعبوا نفس الشاي بالنسبة ل مساق بالجابس خمساشين يوم غير تمارين دونكي لكن في رق كما هكا ما تتدربش وتضرب وتربح مش مش غولوا معناها لكن أشوف هذي نجم يكون على مباراة تمام وما نجمش على مشوار متاع مباريات ما تنجمش تواصل بتاريخها وهذا اللي ممكن زادة يخلي الملعبية ردة الفعل حتى للمسؤولين ها شوفوا حتى ما غير انطرنمو هنربحنا معناها مستحقاتنا المالية ونفانت كونت المليع بيخدم معاش هواية ولا تحتراف ولا تخدمة زادة هو عنده عايلك يبدو جور مش خالص زادة البارح كانت تنجم تكون مباراة تل إطمئنة للملعب التونسي لكنه ينهزم ضد نيدرياد البنزارتي ومرة أخرى نيدرياد البنزارتي يمشي للنايفر مرة يترشح في كأس تونس والمرة يذية يعني نيدرياد البنزارتي ثلاثة نقاط أكثر من مهمة خلي يبتعد وكأنني بالنادي البنزارتي هو الدب السوداء لملعب التونسي ربحه في الذهاب ثلاثة واحد ربحه في الوتور هنا فما ما يزمناشي أشوف بالنسبة للملعب التونسي فما خلال كبير على مستوى الدفاع هو الفريق الأسوأ في الدفاع الملعب التونسي تشوف النادي البنزارتي معناه يسجل هدفين في دفاع الملعب التونسي وفي تونس بالذات في شدلين نايفر تفهم اللي راه ومع أنه نبيل كوكا والمجيق قال أول حاجة نحب الحسن الحسن لكن لحد الآن فما في مقابلة ولا في زوز ما قبلش لكن معناتها طول رجع للدفاع إلى معناتها قبول الأهداف بالنسبة لها الملعب التونسي السناف الموسم هذا هو موسم الأول في الرابطة الأولى بعد ما جاء من الرابطة الثانية ويزمي فهم جمهور الملعب التونسي كما هضموا الموسم الفارت لما ما فهموهش تواجدهم في الرابطة الثانية الجمهور الملعب التونسي يفهم اللي هو الدوب بدأ يعني في الموسم هذا أول في الرابطة المحترفة الأولى ويزموا يعرف بدولي بالرابطة هذه والعمل من أجل معناتها ضمان مركز مطمئن ضمن معناتها الترتيب باش الملعب التونسي يمشي معناها في الموسم ربما القادم معناها يحسن حتى على مستوى الانتدابات متاعه اللاعبين متاعه دونكي حسن وزيد أهم شيء بالنسبة للملعب التونسي هو الاستقرار على مستوى الإدارة الإدارة ديما في الملعب التونسي فما إشكال ديما ملعب التونسي يبقى بـ 26 نقطة في المركز الثامن سنون سيا بي يطلع الـ 25 نقطة وخلينا نقول زاد انتصار لأتماني لندريات البنزارتي ولولا الستة نقاط سيا بي رسميا من بقاءه في الرابط المحترف الأولى لأنه 25 زدهم 36 31 سيا بي يبقى روح في المركز السادس يعني ينفرد موكب المركز السادس قدام الشابيبة القيروانية اللي عندها 30 نقطة وخلف الاتحاد المونسيري اللي عنده 34 نقطة مام حتى روي خمم على موة بلاسا تلعبوا في المسابقة إفريقية على كل بعد شوية مش نحكيه على مباراة الملعب الجيبسي وكذلك النجم رياضي الساحري المردود الممتاز لبراح للملعب الجيبسي في ذل عديد الغيابات بنك الكل من صنف الأمال لحدش الأساسيين هما الواحدين اللي عندهم خبرة ربط المحترفة الأولى زدى مش نحكيه على مباراة اليوم بالنجم المتلاوي وترجل لجير جيسي وفي امتظار انتلاق مباراة الاتحاد الذي بين جردين الاتحاد المونسيري بعد أربعة دقائق ملئين مع السبعة بالضبط زدى بعد شوية السبعة يجيكم جمال الفارح في موجز الزلي السبعة نحن نتواصل مع بعضنا حتى الاثمانية امتال عشية